تلات اربع اسئلة سألهم الكابتن احمد حسام فين حق النادي الاهلي تقدروا تعملوا كده مع ممثل امريكا اللاتينية تقدروا تعملوا كده مع ممثل اوروبا فين حق النادي الاهلي شايفين الاسئلة وبساطتها ووضحها وشايفين هو شاور الحل يكون فين ومع مين وشايفين هو استغرب ليه ما حصلش كده مسألة واضحة طب ليه ما بيحصلش كده دي الاجابة اللي بتشير الى امرون غامب والحقيقة الجزئية الحقوق التسوقية للمهندس عدل اشار اليها اذا كان وجود بطل اوروبا في بطولة زي كده طبعا بيعلي القيمة السوقية بتاعتها لدرجة كبيرة بيرفع الحوافز وعوائد البث وعوائد الاعلانات وغير وغيره لكن مين قال ان وجود فريق جماهيري كبير زي النادي الاهلي في بطولة تقام في عاصمة عربية في وجود جارية مصرية كلنا شفنا في الدوحة لما تلعبت البطولة حجم الجماهيري الاهلوية المصرية اللي موجودة في ملاعب الدوحة اكتر من اللي حضروا لأي مباراة بطولة اه يعني الحضور في عز كورونا وفي عز الضوابط والاجراءات الاحترازية المشددة الحضور الجماهيري في مباراة الاهلي كان مش اقل من مطشاة بيرنميونيخ مع تشيلس هيكون نفس الحكاية في ابو ظبي لو الاهلي موجود بكامل قوته وبكل نجومه ده يعلي جدا القيمة التسويقية والاقبال الجماهيري على البطولة فحرمان البطولة من قوة الاهلي او من نجوم الاهلي بقوتهم دي مسألة بتضرب قوة البطولة نفسها الزميل هاني حتحوت هو الاخر سجل مين اكثر تضررا في هذا الملف العبسي القصة هي انك عندك في البطولة من 3 ل 12 فبراير الاهلي هيبدأها غالبا يوم 6 في نفس التوقيت ده هتكون امم افريقيا بتتلعب هتبدأ يوم 9 يناير اللي جاي وتنتهي يوم 6 من شهر فبراير في الكاميرون وهي انا مستغرب جدا انه دي لازم لها وقفة مش من الاهلي لازم يوقف وقفة مع انه يبعد خطابات هيعمل ايف ده لكن هي لازم لها وقفة من الاتحادات الاهلية في الكاف لازم لها وقفة من الكاف نفسه لكن هو ما فيش طبعا المتضرر الاكبر في البطولة دي هو الاهلي لانه ممثل افريقيا اللي هتكون بتلعب بطولة منتخبات ولازم لها وقفة امام الفيفا بقى من الكل انه هو ازاي اصلا بطولة بتنظمها بينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم بيقيم في نفس التوقيت بطولة بينظمها هو هل يقدر يعمل كده مع اليورو هل يقدر يعمل كده مع مع الكوبا امريكا هل يعمل كده مع كاسا العالم مستحيل اللي يعرف يجاوب على هذا الغموض الواضح او الوضوح الغامض يقول لنا في انتظار الساعات القادمة زي ما اكد المهندس احمد مجاد انه هو بيبزل بيبزل جهود كبيرة هو والمهندس هنا وبريدة مع مستر انفنتينو ومع متسبي رئيس الاتحاد الافريقي النادي الاهلي من جنوبه بيكسف اتصالاته الخارجية بعد جوابات رسمية للجهات التلاتة الاتحاد الكورة والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لانه اعتقد مفيش قضية عادلة اكتر من كده واكبر من كده